هذه هي أسباب تعليق بعض معاشات المتقاعدين السلام عليكم مرحبا بكم بقناتنا إذن أرجعت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد الأسباب الرئيسية التي كانت وراء عدم دفع مستحقات المتقاعدين إلى غياب وطيق شهادة الحياة وقالت مصادر علمة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الأخبار المروج لها والتي تفيد في مجملها برفض إدارة الصندوق الوطني للتقاعد دفع مستحقات المتقاعدين لا أساس لها من الصحة حيث أوضحت المصادر أن إدارة الصندوق التقاعد تتوقف عن دفع معاشات عندما يرفض المتقاعد إذاع شهادة الحياة لدى وكالات الصندوق وأكدت على أن هذا النوع من الوثائق تطالب به إدارة الصندوق بصفة دورية وتدريجية مضيفة في كل مرة نختار فئة معينة من المتقاعدين ونرسل لهم من أجل إذاع شهادة الحياة وأضافت أن إدارة الصندوق تعطي أجالا محددة بثلاثة أشهر من أجل إذاع هذه الوثيقة وفي حال تجاوزها نقوم بتعليق عملية الدفع إلى حين إذاع الشهادة وتحصى إدارة الصندوق الوطني للتقاعد أزيد من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف متقاعد ورصدت غلافا ماليا يقارب 18 ألف مليار سنتيم من أجل تغطية الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية في المعاشات بنسب تتراوح بين 10 و 15% ستصب شهر جوان الداخل بأطر رجع بداية من شهر ماي إذا أعجبكم الفيديو وأردتم موافاتكم بالمزيد فيما يخص موضوع التقاعد لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب